السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روح معكم زميلتكم الدكتورة حلاح اسوة بداية خليني أعرفكم عن حالي أنا الطبيبة تخرجت من الجامعة الهاشمية في 2022 الحمد لله مشواري طويل الحمد لله مع التدريس قبل التخريج وبعد التخريج وحتى طريقتي بدراسة في أول سنين دائما كانت أني أمل شرحات لزملائي وأعمل تلخيصات وأشرح المادة العلمية الحمد لله كان هذا الإشي منفعة متبادلة بيني وبين الطلاب يعني زاد علمي وإن شاء الله رح أوظف كل خبرتي في التدريس بإني ألاقي أحسن طرق بإننا ندرس مع بعض إن شاء الله هاي السنة في هذا الموديول في الريسبيراتوري سيستم إن شاء الله رح أكون معاكم في مادتين مهمات جدا عن الفيسيولوجي اللي هي أساس كل سيستم والفارمكولوجي وهي المادة اللي أحب لقلبي يعني هدول المادتين أنا بحب أني أشرحهم لأنهم وفي بناتهم ترابط حلو يعني بيشغل العائل بيخلينا نرجع للأشياء اللي كنا نحبها كطلاب مدرسة يعني نجيب على علامات فكنا نحبها طلاب الرياضيات والفيزيا فهم منبثخين عنها إن شاء الله الأسلوب اللي رح أعتمده في تدريسي إنه رح أحضر المادة العلمية من مادة الدكتور كيف يعني؟ يعني رح أحط السلايتس تعوني الدكتور أو أي مادة بعثنا إياها الدكتور بالإضافة لإني رح أحط أي نوتس زيادة الدكتور بحكيها فمن هذا الإشي أنا بضمن لكم إن شاء الله إنه ما في داعي ترجعوا لأي ريكولد أو فيديو للمحاضرة الأصلية لأنه كل إشي رح يكون included في الفيديو تاعنا تمام؟ بالإضافة لإني رح أحط رسومات وشروحات ورح أحاول أعمل إنتيجريشن بين أكثر من موديول إنتيجريشن مع أشياء بايسيك وبحب كتير يكون التيتشينج انتراكتب أوكي؟ فعشان هيك أي نقد بنا أي ملاحظة أي إشي بتحكولي إياه أنا بكون سعيدة إني أسمعوا أنا موجودة معاكم على التليجرام في جروبات لاميديكا أي حدا بدو إشي ممكن إنه يوصلني بالإضافة لإني بحب إني دائماً أنا زلت كوز أوكي؟ الكوزات هاي بتخليني أعرف إذا فيه أي weakness point ونشتغل على هاي weakness point إنه نحولها إلى strength point وبدي أشتغل على هذا الإشي إن شاء الله على المستوين الفردي والجماعي يعني على المستوى الجماعي بداية إذا لقينا فيه سؤال الكل عم بغلط فيه معناته في weakness point مش بس عند الطلاب عند المدرس كمان فبالتالي رح أعمل فيديو صغير هذا الفيديو يخلينا نمستر هاي weakness point يتحول إلى strength point وإذا حدا عنده مشكلة فيه موضوع معين بنشتغل مع بعض عليه بحيث إنه المستر المادة تمام؟ فإن شاء الله بتمنى لقلكم سنة ثالثة تكون سنة هينة لينة سهلة مليئة بالعلم والعلمات both together بزبطش واحدة بدون التالية فخلينا نبلش المحاضرة الأولى في الفيسيولوجي للرسفيراتوري سيستم بسم الله الرحمن الرحيم أول موضوع هو pulmonary ventilation أوكي ممكن نحكي ليش بلشنا في السيولوجي اللي هي the basic of the system في الventilation لأنه فعليا ventilation هي the mission of the respiratory system أنا ليش عندي جهاز تنفسي عشان أتنفس أوكي؟ فالرسفيراتوري definition هو عبارة عن complex process هاي اللي process بيصير فيها عمليات معقدة إلها أهداف بسيطة هي بسيطة كحكي بس هي أساس الحياة الأكسوجين اللي هو المين قاس for ventilation taken from the atmosphere by inspiration نتفرج مع بعض على هاي الصورة هاي عندي الأتموسفير أنا بدي أدخل الأكسوجين جوه جسمي فبالتالي الرسفيراتوري سيستم رح يدخله ويوصله للدم عشان الدم يحمله يعمله ويوصله للخلايا طبعاً كل الخلايا الجسم بلا أي استثناء تحتاج إلى أكسوجين عشان تعمل cellular mechanisms تعمل Krebs cycle وكل الأشياء اللي أخذناها في السيروجي سنة أولى عشان تطلع energy وATV وبتطلع ك wasted product اللي هو CO2 CO2 هو زي غاز wasted product اللي نتخلص منه برجع الدم وبطلع عبر الدم ليوصل لل رسفيراتوري سيستم ومن الرسفيراتوري سيستم بطلع عبر على الأتموسفير بنرجع نقرأ التعريف هو complex process يبدأ بأنه الأكسوجين بتاخذ من الأتموسفير بعملية inspiration الشهيق يتبعها carried by the blood to reach the cells to be used في food oxidation اللي هي العمليات اللي بتكون على مستوى الخلية سواء في الbrain في الكدني في الهارت نفسه في اللونغ نفسها في الموسيل وبتم energy production ما بنقدر نعمل يعني energy production بشكل effective وذات أكسوجين then CO2 resulted اللي هو waste product اللي هو من مخلفات العمليات الحيوية في الخلية اللي بطلع هذا بنطلع بره الجسم خلال عملية expiration اللي هي الزفير تمام هلا في عندي منظمة للrespiration بدنا نعمل integration مع بعض لأكتر من system هلأ أكتر من module أول إشي pulmonary ventilation شو يعني ventilation ventilation اللي هي العملية السطحية السهلة جدا اللي هو بس إنه أكسوجين جوا CO2 بره يعني inflow من الأطمسفير للألفيولاي ليش بحكيلي ألفيولاي ألفيولاي يا جماعة هي end point في الairway يعني هي مسر الهواء آخر إشي بوصل للألفيولاي عشان يوصل لدهم والCO2 outflow للأطمسفير يعني إذا رجعنا على الرسم البسيطة هاي أوكي اللي فوق خلينا نرجع نستخدم هذا الهائلايتر أوكي شايفين هدول السهمين اللي هو بس إنه الأكسوجين لجوا والCO2 لبرة هدولا هم عملية الventilation طيب شو اللي بيخلي حتى الرضيع أول نفس لإلو ياخده المسل والدفرنس انتر برشا يعني الventilation is driven by two things أول إشي muscles بدي نحفظ تنين muscles مهمين جدا أول واحد نحفظه مش ال external intercostal الأول نحفظه اللي هو الديافرام الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز اللي هو العضلة اللي بتفصل بين الابدومين الكافيتي والثورس الكافيتي بجسم نحن نحكي عنهم بالتفصيل والexternal intercostal muscle بدي أغششكم اشي من هلأ هدولا المسل للإن inspiration للإن مش للإكس يا جماعة مش للإكس expiration نحكي عنها بالتفصيل ثاني اشي difference in the pressure between الاتموسفير وانسايد يا جماعة احنا عم ايش عم نحكي عم نحكي عم نحكي عن غازات اكسوجين وCO2 طيب الغازات زمان بالفيزيا شو كنا نحكي تتبع للpressure gradient تنتقل الغازات من شو اسمه الpressure الأعلى للأقل يعني وين ما في عندك pressure سالب بتروح عليه هاي القانون الأول بالفيزيا اللي بدي نعرفه اليوم في قانون ثاني بدي نعرفه انه بالجاكرين يا جماعة لما كنا نحكي العلاقة بين volume والpressure عكسية اي وعاء زيد volume مثلا elastic وعاء elastic اشي بنقدر نزيد volume تابعه بتناسب معه طرديا يعني لما يزيد volume الpressure رح يقل لما يقل ال volume الpressure رح يزيد تمام هدول القانونين قانونين فيزيا الاول انه مثلا لو كان عندي thoracic negative والاتموسفير positive الغازات رح تنتقل من positive لل negative تبعا لل pressure gradient لو العكس لو كان هذا thoracic يعني انا 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 لو كان جوا positive وبره negative رح يطلع الغازات لبره تبعا للpressure gradient فهدول قانونين فيزيا لطيفين الغازات بتتبع بتروح من الاعلى للقال وتاني اشي في عندي علاقة عكسية بين pressure وال volume تمام بس نحفظهم وبننصير نطبق عليهم كل هاي المحاضرة طيب pulmonary perfusion كلمة perfusion يعني blood supply طيب يعني cardiovascular pulmonary يعني RS فهلأ مع بعض بدنا نحكي عن RS والCVS وفعليا العلاقة بينهم مواطيضة جدا عشان هيك تعاون نتذكر الاناتومي تاعة الهارت انا يا جماع عندي four chambers of the heart في عندي الright atrium وفي عندي الright ventricle وفي عندي left atrium وفي عندي left ventricle بدي أستخدم لونين اللون الأزرق للdeoxygenated blood وما ما في أكسوجين والأحمر للأكسوجينated blood عشان تبلش الcardiac cycle شو كان يصير يجي عندي الvenus return من superior vena cava والinferior vena cava اللي هو deoxygenated blood يدخل على الright side of the heart على الright atrium ننزل من الright atrium على الright ventricle الright ventricle بيطلع منه فسل عظيم شو يسمى يسمى artery هذا pulmonary artery رح يتفرعلي الright ولفته يعطيني pulmonary circulation تعالوا ناخد مقطع صغير من pulmonary circulation كون عندي pulmonary artery ولاحظوا انه اسمه artery بس هو أزرق deoxygenated ليه لانه pulmonary circulation عكس باقي systemic circulation artery فيها بتكون deoxygenated لانه طالع من القلب فيسمى artery بغض النظر عن deoxygenation status هو طالع من right ventricle اوكي بعدين بيصير في عندي capillary الكابillary طبعا نعرف موضع تبادل الغازات فبتحول من deoxygenated لأيش لأoxygenated وبتجمع في pulmonary vein لاحظوا vein لأيش vein لأنه oxygenated وهدول pulmonary vein ذي الصغار بتجمع وليعطوني اسمعوا رح أجي هون عند ورا left atrium رح يصير في عندي أربعة pulmonary veins بيصبوا في left atrium بيصبوا الاoxygenated blood تمام شو اسمهم pulmonary veins ليش اسمهم veins مع أنهم oxygenated لأنهم هم رح يصبوا بالقلب بنزل من left atrium مع left ventricle بطلع من left ventricle العظيم الأورطة والأورطة بيروح بيغذي لكل الجسم يا جماعة بتتذكروا إشي كنا نحكيه إنه وله لما ينقبضوا الاتriums بنقبضوا مع بعض both atria ولما ينقبضوا الفنتricles بنقبضوا الفنتricles مع بعض فانقباضة الفنتricles بنتج عنها إنه الدم يسري من right ventricle لل pulmonary artery ومن left ventricle للأورطة قديش بيمشي يا جماعة دم في هذا المصار بيمشي 5 liter per minute بمصار متوازي يعني من هنا بطلع 5 liter per minute وهنا بطلع 5 liter per minute ليش حكيت لكم عشان نحفظ شوفوا يا جماعة أنا عم رجعت على الحكي pulmonary perfusion هو cardiac output of the right ventricle perfusion يعني supply يعني قدي يبوصل دم للرئة 5 liter per minute to the lung to take the oxygen and get rid of CO2 إنه ليش والله القلب مخصص 5 liter كبار بحد ذاتهم يوصلوا لي على ال lung عشان أخذ اكسوجين نظيف وأطلع CO2 اللي هو ال pie product طيب بعد ما طلعت الدم شو بيصير في عندي exchange of gases اللي رسمنا between pulmonary ventilation and perfusion via pulmonary membrane اللي هو شفتوا هذا اللي عملته قبل شوي المقطع العرضي هذا الصغير هذا هو اللي بيحكي عنه exchange of gases شايفين يا جماعة هاي الكابلري بليش أستخدم الأحمر عشان ما خربطوا شايفين هاي هاي كابلري بتكون هاي الكابلري محاوطة محاوطة اشي اسمه الفيولاي شو هو الفيولاي الفيولاي هي حويصلة هوائية كيس في هوا وفي سائل هذا السائل عشان ما ينكمش الكيس على بعضه شوفوا يا جماعة شايفين هذا اسمها الفيولاي هاي هي كيس هاي end point of the airway بيكون فيها هوا وبيكون فيها سائل وحواليها بيكون في كابلري بيصير عندهم تبادل الغازات شوفوا يا جماعة هما مكبرين ليها هاي هي الالفيلاي اللي هي الحويصلة الهوائية بيجي بمر حواليها حواليها شبكة معقدة من الكابلري اللي هو هذا أزرق دخل بس هو شو عكس عكاس للأشياء اللي احنا حفظينها pulmonary artery في دي أكسجينية البلد هون arteriol هو رح يكون يعني بس منبطق من pulmonary artery شو بيصير بيمشي حوالين البولاي بتبادل معها بأخذ منها الأكسجين اللي هو بدنا إياه وبيعطيها CO2 عشان تتخلص منه على الأتموسفير وبعدين بتحول pulmonary artery to pulmonary venyol اللي هم الvenyol بتجمعوا مع بعض ليعطوني الأربعة pulmonary veins اللي بيصبوا وين يا جماعة بيصبوا في left atrium عشان يروحوا يغذوا كل الجسم بالأكسجينية اللي إحنا بدنا إياه تمام أوكي نرجع حكينا إحنا هلأ صرنا مخلصين كما نستب يا جماعة الأول اللي هو pulmonary ventilation اللي هو الأشياء بس انه inspiration expiration بعدين حكينا pulmonary perfusion تذكرنا كيف القلب بنبض وكيف بيطلع من على pulmonary artery بيطلع عندي بعدين بيصير في exchange of gases على مستوى الال وما يحيط فيها من capillary ثم gas carriage كيف gas carriage by the blood and then all the body متذكرين هنا حكينا انه pulmonary veins الاربعة بيروحوا على left part of the heart من left ventricle بيطلعوا على الأورطة هاي اسمها شو gas carriage هذا الدم اللي بيطلع في الأورطة هيو باللون الأحمر وهو oxygenated فبيروح بيغذيلي كل أعضاء الجسم المعتمدة على الاش المعتمدة على الأكسجين هاي الصورة بس منخص نراجح سريع سريع الأكسجين بدخل هاي شو اسمها الآلية هاي inhalation طيب لما يتبادل يتبادل انه الأكسجين يطلع على capillary وCO2 يطلع على alveoli عشان يطلع على الاتموسفير شو اسمها هاي عمليات التبادل اللي هي pulmonary exchange exchange of the gas تمام هاي هم مكبرين للcapillary بعدين الoxygenated بلد برجع على left side of the heart عشان يطلع عبر الأورطة يغذي كل الجسم طبعا ما يغذي كل الجسم الجسم رح يطلع بايبرودكت اللي هو CO2 CO2 رح يرجع على right side of the heart بعدين يطلع من right side of the heart عن pulmonary artery وتعاد الكرة تمام اي حد عنده اي سؤال بيقدر لبعتلي هيك خلصنا الstep ستبعون الrespiration طيب الrespiratory system من اش بتكون بتكون من 4 اشياء رئيسية اول اشي اللي هي الممرات airways بدءا من النوز لحد ديت ما ينزل لتحت تمام لعند الالديولاي في عندي الrespiratory مصل حكينا في تنين مهمين بدنا نتذكرهم ونحفظهم وما ننساهم اللي هو الديافرام وعندي كمان التانية اللي هي الانتركوستل مصل احفظوا يا جماعة من هلأ الانسبايريشن بعدين في الrespiratory centers مراكز تنفس في الدماغ بتكون مش بالدماغ تحديدا هي بالcentral nervous system في الميدلة طبعا هاي رئيوليتي الrespiratory system which is essential for life بدونها منموت وعندنا pulmonary circulation pulmonary circulation اللي هي الcapularies اللي بتخيط في الالفيولاي وعندنا pulmonary artery وال pulmonary veins اللي شرحناهم قبل شوية اللي هو انه الار اس بحب الـ cvs وحكينا عن الـ cvs نرجع شوي عند الrespiratory center بياش بهمني تخيلوا يا جماعة لو واحد صار عنده جلطة في الميدلة عند الrespiratory center شو بصير فيه بموت يعني ما بقدر يتنفس بصير بس بتنفس على الأجهزة بموت اوكي نبلش بالحديث عن أول اشي في الrespiratory system اللي هو الـ passages الـ passages تبعوني الـ respiratory ممرات الهواء بتنقسم لثلاث أقسام air conducting transitional respiratory ولكل من اسمه نصيب شعني conducting توصيل بيصير اشي تاني غير التوصيل لا بس بيمر الهواء تمام طيب يا جماعة هلأ لما يكون في عندي أنا ممرات الهواء خلينا نذكر شو هم نوز بعدين بنزل على اللارينكس التراكية التراكية بتنقسم فرجوا معاي الصورة اللي على اليمين أنا على اليمين يا جماعة هون اللي بيصير انه التراكية بتنقسم راحوا العلماء حكوا كل انقسام بدي أسمي طبعاً بتظلها بتنقسم برونكاي برونكاي لبرونكاي أصغر 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 لا توصل لبرونكيولز لا توصل لالتير من البرونكيولز لو انه يعني هم فقط توصيل عند كل البشر بس بيمشي الهوى فيهم بس ما بيعمل إشي تاني بعدين لقوا 17 و 18 و 17 هدو للتلاتة اسمهم ترانزيشنل ليش اسمهم ترانزيشنل يا جماعة كم من مليار بشر في الأرض كتير هل يعقل انه كلنا أجسامنا نفس الإشي لأ في عندي نورمال اناتوميكال فأنا لو أجي أشوف مثلاً أوكي عندي الرئة ممكن عند 17 تكون هاي اللي هي تقسيم 17 تابعة على الكوندكتينج زون ممكن أجي أشوف أختي ألاقي 17 تابعة عندها المين للرسبايراتوري زون فبالتالي هدول 17 وال18 وال19 بيفرقوا بين الناس فهم اسمهم ترانزيشنل بعدين عندنا الرسبايراتوري زون اللي هما من 20 لحد 23 هدول بس بعملوا يعني تبادل الغازات يعني كلمة جوهرية رجزوا معي بدي أكتبها باللون الأحمر بدي أكتبها متى بيصير من عندي العشرين للتلاتة وعشرين بعض الناس بيصير عندهم بالترانزيشنل زون تمام نقرأ حكي مهم الحكي مهم الحكي مهم نحكينا نبلش من النوز نارنج ستراكيال برونكاي برونكيول هل يحدث غاز اكتشينج مهم سؤال سنوات طب ليش ثق اي اش بدي يصير في عندي تبادل للغازات تبادل للسوائل لازم يكون ثن فهونا ثق فما في عندي غاز اكتشينج يلا نستنتج سوا سريع سريع الريس بيراتوري زون شو رح يكون الممبرين رح يكون ثن لانه هون بيصير في عندي غاز اكتشينج بينما في الار كوندكتنج زون ثق لانه نو غاز اكتشينج عنده سبحان الله ربنا كل اشي بيخلي قوله وظيفة معينة لما اجي اتفرج على الار كوندكتنج زون اتفرج على هاي الصورة بتلاقوا فيه عندنا كارتلج رنج سيك دوائر سلك الكارتلج اشي يعني غضروف يعني ماسك حاله قوي ليش حطوا ربنا هون حطوا لانه هاي ممرات للهو تخيلوا الهو بمشي وبعدين مثلا لأي سبب من الاسباب ما الهو طبعا تحت الكارتلج رنج في عندي الاسباب هاي الاسباب لو ما مش فيها الهو نتخيل على هاي الجهة انه ما في عندي هو فاضي الاسباب زك انه عندك انبوب هاد الانبوب جدا مطاط فرغت من الهو شو رح يصير رح ينكمش على حاله رح يصير في كولاب ويسكر او فعشان ما يسكر او ربنا خلق هذا الكارتلج رنج عشان ما يسكر طيب شو اللي بخليه يفتح انه هذا اش يصل شو بخليه يضله فاتح ويتمدد لو زاد مثلا مقدار الهواء ما تحت الكارتلج رنج اللي هي الاسباب اللي هي لونها بيجي لونها زي لون اللحمي بهاي الصورة هاي بتتمدد فبالتالي بتسمح انها تستوع بكمية هواء اكتر فبالتالي الكارتلج بمنع الكولابس لما ما يكون فيه هوا اما الالاستيسيتي بتمنع بتسمح في الاسبانشن عشان يمر الهواء فنقرأ تكونتين سيركولر كارتلج رنج هذا ببريفنت الكولابس وفيها لونج تدنا الالاستيك بايبرز اللاو حسب الهواء قديش هو و لونج كولابس حسب بيكون فيه عندي هوا هي بتتمدد وبتتقلص تمام هلأ بتبع هاي الكوندكتن زون اوكي بتبعها الترانزيشنال زون ترانزيشنال زون بتوين 17 لعشرين حكي انا بفرقوا من شخص لآخر بعدين ان الريسبايراتوري زون هلأ الريسبايراتوري زون تمام اللي هي الريسبايراتوري برونكيولز والبيولر دكتو والبيولاي اللي هي من العشرين لتلاتة وعشرين هاي بتكون آخر أشياء في انقسامات الـ هون بيكون ممبرين تفرجوا لو نقارن بهاي الرسمة تفرجوا التراكية كيف في اللي هي بتمنع الكولابس وفي الالاستيك فايبرز اللي هي بتسمح بالإكسبانشن هون فقط غشاء رقيق جدا هون الالبيولاي بس طبقة وحدة فهذا الثم بسمح بتبادل الغازة فيا جماعة الريسبايراتوري زون شو وظيفتها الريسبايراتوري زون وظيفتها غاز اكسشينج وذ بلود هاي الالبيولاي مكبرينها احنا حكينا عنها اوكي بحيط فيها شبكة من الأوعية الدموية بدخل البلمونري آرتري أو البلمونري آرتريول بدخل الالبيولاي وبأخذ منها ال-O2 عشان تصير اكسجينيتد وتطلع كبلمونري بنيول اللي بتجمعوا ليعملوا للفور بلمونري فينز اللي بيصبوا في اللفت آتريم عشان ينزلوا من اللفت آتريم عن اللفت بنتريكل ومن اللفت بنتريكل يطلعوا على الأورطة ويروحوا يغذوا للجسم كامل تمام هيك خلصنا حديث عن الريسبايراتوري طيب نحكي هلا عن الريسبايراتوري اللي هو هاي الماشين هي انه ليه والله بيصير في عندي ريسبايري احنا قلنا فيه اشيين الاول هو العضلات بفعل العضلات والتاني هو بفعل بدنا نحكي اول اشي عن العضلات لما احكي عن المسلز اتذكر يا جماعة إنسبايريشن وليس إكسبايريشن إنسبايريشن وأنا إلي مبتغى بإني أنا بظن أركز على الإنسباريشن هلأ بيبين معنا لما نحكي عن الإنسباريشن في عندي نوعين النورمال والفورس نورمال هلأ إحنا عادين بنحكي مع بعض طبعا وإحنا نحكي بيكون إكسباريشن عشان يطلع الصوت بس يعني إحنا هلأ عادين بنأخذ إنسباريشن نورمالي ونورمال إكسباريشن لو حدا عم بلهط عم بركض عنده مثلا ريسبيراتوري ديزيز وبيكون عادة إيش بيكون فورس الإنسباريشن أو بأخذ نفس عميق بسبب مرض معين إذا عم بعمل شهيق بسبب مرض معين بيكون فورس الإنسباريشن فهلأ أول إشي نحكي عنه اللي هو النورمال إنسباريشن النورمال إنسباريشن بتحكم فيه تنين موسلز مهمين الديافرام والإكستيرل الانتركوستل موسل نبلش تحكي عن الديافرام الحجابي الحاجز الديافرام والموقع وخلينا نخيل مع بعض أنا عندي هون الأبدومين الكابيتي أوكي وعندي هون اللي هو الثورس بيناتهم شوفي بيناتهم فيه عندي الديافرام الديافرام مهم جدا لإنه إله 75% من النورمال إنسباريشن فيه عايش الديافرام منعيش بدون الديافرام منموت سبلايد باي فرينيك نيرف هذا السؤال رح نتضلطم لآخر حياتهم الطبية تسألوه مين النيرف اللي بيحمل سبلايد للديافرام فرينك من وين بيطلع هذا الفرينك بيهمنيش أحفظ أنه الانتيريار هورنسل بس بيهمني أني أعرف من السيرفايكل ثري وفور وفايف سيجمت إذا بتتذكروا السباين الكورد كان إله أوكي أقسام سيرفايكل وثوراسيك ولمبر السيرفايكل مبلشوا من واحد وبيخلصوا بتمانية أوكي يعني هم إحنا عنا سبع فقرات اللي هو سي 1 لسي 7 بس السباين الكورد تمن أشياء سي 1 لسي 8 مش مهم كثير هذا بحكي هلأ سي 3 و سي 4 و سي 5 بيطلع منهم إيش؟ بيطلع منهم الفرينك نيرف الفرينك نيرف أوكي بيعمل سبلاي لمين لا الديافرام هلأ الديافرام بس قبل ما أحكي عن الديافرام مش هون بيطلع منهم الفرينك نيرف إلها أهمية يا جماعة لو حدا عمل حادث RTA أو حدا وقع من طابق ثاني أو ثالث لا سمح الله شو رح يصير؟ ممكن إنه يأذي حاله مثلا يكسر الفقرات ما عنا مشكلة لو كسر أي فقرات تحت الفرينك نيرف ممكن إنه يعيش يعني بشلل رباعي عفوان الله وعي أعطاكم شلل نصبي ممكن يصير عنده كثير مشاكل بلو عايش بينما لو تأثر الفرينك نيرف بيموت مباشرة من هذا الإشي ابتكروا الشمق اللي هو الهانجنج الهانجنج هم بيحطوا هذا الحبل المشنقة تمام وبشدوه شو بيسوي بيكسر السي ثري فلما ينكسر الفرينك نيرف بنقطع فبطل فيه سبلاي لديافرام بوقف النفس بيموت المريض اللي هو المشنوع تمام طيب كيف الديافرام بتنفس كيف بيساعد التنفس سوري هلأ مش حكيت لكم هو بين الثوراكس والأبدومن الديافرام أثناء الانسپايريشن أو الانهاليشن أنا شو بدي أنا بدي يا جماعة أدخل الهواء إلى داخل الثوراكس فبالمنطق شو بدي أعمل بدي أكبر الثوراكس فبيقوم الديافرام بنزل لتحت فشوفوا كيف بيصير الثوراكس هيك هلأ هو ما حيتأثر يعني خلينا أكون دقيقة أكتر بالرسم حيكون نفس العرض بس من فوق لتحت اللي هو الـ الديامتر أوكي رح يزيد هلأ بوضح لكم إيش حكي أصدفي أوكي هلأ هون كان هذا علو الثوراكس أثناء الانسپايريشن راح الديافرام ونزل لتحت أوكي الديسن تفرجوا هنا اتجاه السهم ديسن موفز داون بصير كونتراكشن لما يعمل كونتراكشن احفظوا يا جماعة الديافرام الكونتراكشن الديافرام بانزل لتحت فلما ينزل لتحت بيزيد الديامتر طيب هلأ متذكرين يا جماعة قوانين الرياضيات البسيطة احنا عنا 3D يعني الصدر الثوراكس 3D أوكي له 3 أبعاد طيب إذا أنا بدي أزيد الفوليوم تاع أي مجسم شو بسوي باشتغل أبعاده الثلاثة هلأ نحكيهم طوله عرض وارتفاع وعنا الترانسفيرس دياميتر هذول الثلاثة أبعاد هما الأبعاد تبعون الصدر هذا هو الصدر اللي هو الثوراكس من فوق لتحت ومن اليمين للإشمال اللي هو الترانسفيرس ومن قدام اللي هو الأنتيرير باشتغل باشتغل عليهم إذا زدتهم رح يزيد الفوليوم وإذا أللتهم رح يقل الفوليوم متذكرين القانون اللي قلت لكم بحفظوه تاع الفيزياء العلاقة عكسية بين الفوليوم والبرشور كل ما زاد الفوليوم شو رح يصير في البرشور رح يقل طيب أوكي يا جماعة نركز مع بعض قلل البرشور فأنا جوة الثوراكس البرشور صار أليل سالب هنا بتيجي قاعدة الفيزياء التانية إنه الجاز بنتقل من الأعلى للأقل يعني رح ينتقل من الأتموسفير إلى الداخل يعني رح تحدث عملية الإنسبايريشن أوكي هلأ بعيدها هاي مهمة جدا هاي أساس المحاضرة أوكي رح أرجع عمحي هدولة ونعيدها بطريقة أخرى أنا عم بحكي عن مين أنا عم بحكي عن الديافرام الديافرام بيؤدي 75% من النور ما الإنسبايريشن طيب كيف الديافرام بصير له كونتراكشن لما يصير فيه إنسبايريشن ش يعني كونتراكشن بنزل للأسفل لما ينزل للأسفل شو بيعمل بيزيد ال vertical diameter of the thorax يعني بيطول الثوراكس لما طوله يخليه أطول رح يزيد الvertical قلنا تمام شو بتبعه إنه بيزيد الvolume العلاقة عكسية بين الvolume والبرشر فرح يقلنا البرشر inside the thorax فرح ينتقل الغاز من بره لجوه لinside the thorax بيصير عندي كمحصلة inspiration أوكي شو بيصير inspiration واضح أتمنى أنه يكون واضح فنقرأ الcontracts during inspiration بيقل واحد سانتي يعني بينزل بس واحد سانتي بس بالforced inspiration جسمنا جبار يا جماعة ربنا خلق لنا قوات كامنة عظيمة بالforced inspiration سبع أضعاف الطبيعي بينزل سبعة سانتيمتر يعني بيزيد الفوليوم كتير فبيقل الpressure كتير فبيصير inspiration more effective طيب هون بيحكي لك لما يعمل descending رح يزيد الvertical diameter of the chest يعني زي كانه بيصير أطول the chest أوكي أطول فبالتالي بيقل ال intra alveolar pressure لما يقل الpressure رح يصير في عندي inspiration لأنه بنتقل الغاز اللي هو الأكسوجين من الأطموسفير إلى الداخل الثوركس لأنه الثوركس الpressure فيه تمام هاي أول عضلة اللي هي الديافرام وهاي أهم واحدة هلأ بعدها بيجي عندي external intercostal muscle مش نروح نحكي external expiration غلط external inspiration يا جماعة حفظوها إنه inspiration أحرفها عكس external مهمة جدا intercostal muscles شو هدول intercostal muscles خلينا نتفرج هنا intercostal يعني بين التنتان الرب هذا المقطع يمكبرينه بين الرب والرب فيه اندي intercostal muscles فيه external وال internal وال innermost أنا هلا ما بديحكي عن innermost بديحكي عن external وال internal الاكسترنل هلا احفظناها قلنا ايش منعكس الأحرف inspiration فبالتالي شو اللي بيصيح شايفين يا جماعة كيف ربنا خلق المسل fibers تبعون الاكسترن وال intercostal muscles هم forward downward من وطريقة fibers كيف هم مرسومين بيخلي العضلة لما تعمل contraction بالاصفر بدي اعملكم contraction بالأحمر انا رسمتلكم كيف المسل ماشية كيف المسل fibers هلا contraction هاي بالاصفر شو بيصير رح يطلع لفوق العضلة فبتسحب معها الرب للأعلى فبالتالي اثناء contraction لل external intercostal muscle بيطلع الرب بيطلع الرب كلياتهم بيطلع الرب للأعلى بيطلع الرب وبيطلع معهم الsternaz كمان تمام شوفوا يا جماعة كيف لما يطلع الرب الرب لفوق ويطلع كأن الرب كيش كله بيطلع لفوق مع بعض هيك رح اتفرجوا على انتجاه الرسم هيك تمام مش عارف الاصفر مش كتير واضح بالاسود بدي اصوي هيك لما يطلع للأمام للأعلى شو اللي بيصير شايفين الانتيرير بوستيرير دياميتر اللي هو من هون لهون هاي الستيرنام الستيرنام انتيرير وعند البرتبرا بوستيرير هاد الانتيرير بوستيرير دياميتر رح يكبر فبالتالي انا زدت احد الاضلاع تبع المجسم اللي هو ثوراكس فبالتالي رح يزيد هون انا refbone عن الاستيرنام انتيرrak 오늘 مصل في انتيرير بوستيرير دياميتر مش بيرتكل في الديوفران كان بيرتكل لما زدت الانتيرير بوستيرير دياميتر شو رح يصير رح يزيد الفوليوم طيب لما يزيد الفوليوم شو رح يصير في البرشل رح يقل البرشل طيب بنانا قوانين الفيزيا قل Ware جوه فبالتالي رح يجي الغاز إلى البرشير القليل يعني رح يزيد الانسبايريشن تمام طيب فيه اشي تاني كمان بيصير طبعا لهاي الانقباضة طبعة الانتركوستل مصل اوكي الرب هات زي كأنه بنقلب بيصير اشي اسمه ايفيرجن زي كأنه بنقلب فلما ينقلبه اوكي لما ينقلبه مش بس بتأثر الانتيرير كمان الترانزفيرس ديوميتر اللي هو من اليمين للشمال بكبر فبالتالي شفتوا هاي السلسلة اللي عملناه هون انه بزيد الفوليوم بيقل البرشير فبصير فيه انسبايريشن مش بس بسبب زيادة الانتيرير بستيرير ديوميتر ايضا بزيادة الترانزفيرس ديوميتر تمام؟ فيا جماعة الديافرام قبل شوية لعب على اي ديوميتر على البرتكل الاكسرنال انتركوستل على الانتيرير بستيرير وعلى الترانزفيرس نحكي عنها الانتركوستل نقرأها هي من الابليك مصلي يعني الفايبر ساعتها مش ماشية ستريت تمشي عرضية كيف نحكي بالورب تمام؟ داونور وفورورد من الرب لالرب اللي تحته انتركوستل نيربس كل الانتركوستل مصلي بالانتركوستل نيربس يعني اسم عائسهم من التيون لالتيالبس يعني من الثورة كسبايني الكورد وين ذي كنتراكت هدول الانتركوستل بيعملوا فبالتالي بيزيد الانتيرو بستيرير دياميتر تمام؟ حكيانا بزيد الانتيرو بستيرير دياميتر بستيرير دياميتر وكمان الافيرشن بقلب والقلب بزيد الترانزفيرس دياميتر فأنا اشتغلت هنا على الدياميتر الانتيرو بستيرير واشتغلت على الترانزفيرس دياميتر يلا السلسلة تاعتنا شو رح يصير في الفوليوم رح يزيد شو رح يصير في البرشور رح يقل شو رح يصير في الغاز رح ينتقل للبرشور الأليل يعني رح يصير في عندي انسبايريشن اتمنى انه يكون اشي واضح هنا الدكتور ذكرها انه لما نعمل احنا افلاترال شافت اوف دي رب هاي اللي هي زي كنا بنحكي عن افيرجن اوكي انه لما يرتفعوا الرب شو بيصير رح يصير هذا اللي هو الترانسبيرز دياميتر يكبر اسمها bucket handle movement زي كأني انا برفع اوكي للتوضيح بس يعني ايد الدلو فلما ارفعوا لفوق تخيلوا يا جماعة انا بالاسود هنا عملت بعد ما صار في عندي افيرجن بدي اعمل هلأ بالازرق قبل الافيرجن مين الاكبر الدياميتر الدياميتر بالاسود اكبر فبالتالي لما يزيد اللي هو هذا الدياميتر رح يزيد الفوليوم بيقل للبرشور فبالتالي بصير عندي انسبايريشن اوكي طيب هون عم بحكيلك عن superior and anterior movement of the sternum لما external intercostal space ترفع للربس وترفع الستيرنام رح يزيد الانتيريار posterior diameter فبالتالي هاي اسمها pump handle زي كأنه برفع الواحد ايدي الحنفية فAB diameter شو رح ينتج عنه رح يزيد الفوليوم رح يقل للبرشور فبيصير في عندي inspiration اوكي بعرف اني بعيدها كتير بس هاي بتحفظوها زي اسمكم من امتحان ناش نعلم نستنتج نكون حفظين ولو نسينا رح نعرف نستنتج هيك خلصنا الحديث عن normal inspiration هلا the muscles of forced inspiration forced انا بدلت مجهود قد يكون voluntary وقد يكون involuntary زي بالlong diseases voluntary زي انا عملت exercise انا عم بعيف emotions بسر مرات حتى the emotions بتكون involuntary زي بالpanic attack مثلا طيب شو اللي بيصير مين اللي رح يعمللي هذا forced inspiration ادخل هوا كتير كتير بالexercise ليش يا جماعة بيصير في inspiration اكتر بالexercise انا عم بيشتغل العضلات فالمسلز بيصيرو need more oxygen طيب نعم بيجيب الاكسوجين من inspiration عشان هيك بيصير في inspiration اكتر عشان هيك احنا نلعب treadmill او هيك بنلاقي دقات قلبنا بيزيد ودقات وشو اسمه respirator rate بيزيد كله عشان نزيد الاكسوجين delivery to muscles طيب طلعنا شوية الموضوع نرجع forced inspiration مين بيعملو strong contraction مين العضلات رح يصير لها contraction اول اشي العضلات الاعتيادية تبعت normal inspiration اللي هي الديافرام والانتركوستر مصر نحفظ كمان اربعة تمام يلا نخططهم بلون تاني هاي الاخضر اول اشي الsternocleidomastoid الsternocleidomastoid اسمها sterno فهي مع sternum cleido فهي مع clavicular و mastoid اللي هو مع فوق بالسكل فبالتالي هاي لما تعمل contraction بترفع للsternum تمام طيب لما ترفع التernum يعني شو يا جماعة كمان بتشتغل على الانتيريار 외bst sixtyır دياميتر السيراتس انتيريار المصل السيراتس هي العضلة المثننة فراجو كيف هاي لما تنقى بتنقى بتنقى بتديريار فهي بترفع الربص زي الانتركوسيل مسل يعني هاي الانتركوسيل مع السيراتس انتيريار رح يرفعه الربص فكمان رح يشتغلوا على الانتيريور بوستيريور ديوميتر. بعدين عندي الاسكاليني موصل. الاسكاليني موصل بترتبط مع الكلافيكلر ومع الربس الأولينيين فهي بترفع أول تنين ربس. فكمان بزيد الانتيريور بوستيريور موصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بعدين عندنا الأضلات الخلفيات. يعني الليفيتر اسكابيولة اسمها على وظيفتها. الليفيتر اسكابيولة بترفع الاسكابيولة. الركت سبايني مصل هاي هاي كمان بتشتغل على شو هدولة كل هم بيعملوا يا جماعة هدولة كل هم بيشتغلوا على الدياميترز اوف دا ثوراكس ان هم يزيدوها الدياميترز سواء فيرتكال انتيريار بوستيريار فبالتالي بيزيدوا الفوليوم اوف دا ثوراكس يعني بزيدوا حجمه الديبوسع فبالتالي بيقل البرشر والهوى بيحب البرشر القليل فبدخل جوة الثوراكس الهوى شو يعني بدخل الهوى جوة الثوراكس يعني بيصير في عندي انسبايريشن طب قبل شوية كان بس عضلتين نحكي عنهم الديافرون والله ما صلى سيدنا محمد وشو اسمها واللي هي الاكستيرنا الانتركوستال موسل كانوا بيعملوا نصف لتر بس نصف لتر بصير له انسبايريشن اذا هدول الموسلز اجوا واشتغلوا معي الانسبايريشن بوصل ثلاثة لترز يعني حكالنا جسمنا فيه طاقات كاملة كتير بس احنا مش مكتشفين طيب خلصنا الحديث عن الانسبايريشن انا بعتبر انه خلصنا الحديث عن الموسلز ليش يا جماعة موسلز اوف اكسبايريشن نحكي عنها سريعا هنا يا جماعة بدي استخدم الهايلايتر الاصفر اوكي النورمال اكسبايريشن باسف سؤال امتحان سؤال كل اشي مهم جدا جدا نعرف انه النورمال اكسبايريشن باسف شو يعني باسف يعني بحتاج مجهود لا بحتاج عضلة تعمل كونتراكشن لا بحتاج اي تي بي لا انا بس بدي الموسلز اللي صر لهم كونتراكشن اثناء الاكسبايريشن يرتاحوا يصر لهم ريلاكسيشن اوف دا انسبايريشن موسل الالاستيك ريكويل اوف ديس موسلز كل موسل شدة حالها ترجع طبيعية في عندي قانون يا جماعة اي موسل صر لها كونتراكشن لازم يصر لها ريلاكسيشن ولا بيصير فيها تنشنوا فكلهم هدولاك العضلات اللي اشتغلت عليهم قبل شوية في الانسبايريشن خليهم يرتاحوا يرجعوا طبيعيا ها هي الانسبايريشن الريلاكسيشن بتاخد وقت فبدي تحفظوا من هلأ انه دائما الانسبايريشن is longer longer than الانسبايريشن اوكي so there are no specific muscle للنورمال اكسبايريشن حفظوا لي انها باسف دغري كلمة نورمال الانسبايريشن دغري يخطر ببالكم انها فاسف no need for any muscle بس الفورس دي اكسبايريشن الزفير اللي من قلبه رب بده الواحد يطلع كل الهوى اللي جوا هون بحتاج muscles اول اشي الانتيرنال انتركوستل متذكرين قبل شوية ما حكينا الانتركوستل والكل قلتلكم احفظوا انه مننعكس الاحرف كانت نفس هاي الصورة اكستيرنال بنا نحفظ انه inspiration هلأ بدنا نحكي عن الانتيرنال انتركوستل موسل كمان بدنا نحفظ نحكس الاحرف نحكي مش انتيرنال هي expiration بس اي expiration يا جماعة forced expiration النورمال expiration ما بتحتاج اي موسل هادي اللي هي الانتيرنال انتركوستل space اتجاه الموسل فيها بعكس تماما الانتيرنال هاي لورق فلما تعمل contraction هي backward اوه هي downward وbackward لما تعمل contraction هاي contraction بدأ اكتبها بالاصفر بدي ارسمها بالاصفر اللي بالاحمر بس اتجاه كان للموسل شو اللي بيصير راح الرب ينزل لتحت هذا الرب رح ينزل لتحت وهذا لتحت وهذا لتحت والاستيرنال رح تنزل لتحت شو رح يصير يا جماعة في anterior posterior diameter رح يقل رح يقل الانتيرير posterior diameter لانه زي كأنه الرب كيج انا مسكته ونزلته لتحت هو لما ينزل لتحت بقل الانتيرير posterior diameter فبت اللي بطل هيك protruded وبطل طالع لفوق لقلعي لكم في صورة لما نزلت أنا الرب لتحت شوفوا هاي الرب ولورا البرتبراء فهذا هو الانتيرير posterior diameter اما في هاي اللي هي على اليمين inspiration رح أستخدم اللون الأصفر نفسه هاي الرب اللي هي الستيرنم وهو البرتبراء يلا قارنوا هذا الانتيرير posterior diameter لما كانوا الرب لفوق شو بيكون عالي لفوق عالي كبير الانتيرير posterior diameter بس لما يكون لتحت في الرب فبيكون الانتيرير posterior diameter قليل واطي اوكي نرجع كنا عم نحكي عن الانتيرنل انتر كوستل موسيل هذول اوبليك موسيل دايركت كيف عكس الانتيرنل هم داون وو بوستير اللي انتير باسم نفسهم انتر كوستل نيرف لما يصنهم contraction downward of the ribs بيخلوا الرب يمزلوا لتحت فبيقللون الانتيرير posterior diameter لما يقل الديمتر شو رح يصير رح يقل الvolume طيب قال الvolume شو بيصير في البرشور بيزيد العلاقة عكسية يعني جو الثوراكس البرشور عالي في الاتموسفير البرشور رح يكون اقل فبالتالي شو رح يصير الغاز كيف اتجاه للخارج للخارج هاي اول مرة بيحكي عن هذا الحكي فبيصير عندي expiration تمام فوين contract downward inward of the ribs فبدي كريز الشيست وبيزيد البرشور جواتها فبيصير في عندي expiration اوكي هاي خلصنا عن internal intercostal طب فيه كمان عندي abdominal muscles نحكي عنهم مش قبل شوية جماعة حكينا انه كيف الديافرام كان استنوا حكينا هون عندي اللي هو الثرس cavity وبعدين ايه اوكي كان عندي هاي الثرس cavity وبعدين انك عندي الديافرام اللي هو بين الثرس والابدومن وعندي الابدومن لما يا جماعة الابدومن المسل زي سلها contraction بفعل ايش ايش زاد الضغط جو الابدومن زي مثلا حدا عن بولد no labor او دفيكيشن مثلا في عنده attack of constipation قوية او مثلا حدا اجا attack of هاي الاشياء تزيد الانترا abdومن الpressure هاي الاشياء بتعمل هيرنية اصلا لما يزيد الانترا abdومن الpressure رح تنقبض هاي كل العضلات اللي هون شو رح يزيد الpressure في الابدومن طب يا جماعة هذا الديافرام مسكين عضلة عضلة لها elasticity رح تنضغط يعني زي كأنها رح تندفش دفش ف في الابدومن المسل شو بيسوهم انervated by the thoracic vertebra مش مهم thoracic spinal cord when they contract رح يزيد الانترا abdومن الpressure فبيزيد الديافرام بيرفعوا الديافرام هون انا بدي اياكم تكونوا فاهمين مش حفظين الديافرام يعني decrease vertical diameter يلا نعمل استلسلة تاعتنا قال الvertical diameter رح اللي الvolume شو بيصير في الpressure بيزيد لانه العلاقة عكسية طيب شو رح يصير في الهوى الهوى بيحب الpressure القليل فحيطلع من thoracic اللي pressure فيه عالي thoracic اللي pressure فيه عالي رحيطلع لبره فبيصير في عندي expiration تمام طيب في عندي حالات strong expiration with closed glottus as during labor audification او هلأ يلا احنا مع بعض نعملها نسكن عنفنا ونسكن فمنا تمام ونحاول نطلع هوى متى منعمل هاي الحركة لما ننزل على البحر الميت ويسكروا دينينا شو بيحكولنا انه حاول هيك انفوها خدودك بدون ما يطلع الهوى برا هاي اسمها forced expiration عم بجبر حالي اعمل expiration بس closed glottus لسان المزمار مسكر مش عم بيصير فيه تبادل غازات وانا مسكر الانفي ومنخاري وتمي سوري فبالتالي شو رح يصير بهاي الحالة forced expiration يا جماعة شو رح يصير في الpressure forced expiration نفكر مع بعض expiration يعني انا عم بخلي الdiافرام يصير له relaxation يرجع طبيعي صح؟ والexternal intercostal يصير لها relaxation ترجع طبيعية يعني الvolume كلها يعته رح يقل فالpressure رح يزيد لانه العلاقة عكسية بين الvolume والpressure طب النتيجة على الهواء هل رح يصير expiration ما خيصير expiration لانه مسكر اللغلوتس يعني بس انا عم بشتغل اني عم بشتغل على الضغط فقط لا غير فبيزيد الpressure تمام؟ هذا احنا نحكي عنه كمان شوية بهمني بقياسات علمية انه انا بس بدي افهم انه الpressure رح يزيد رح يزيد كتير هنا لانه لما يزيد ويطلع الغاز برا خروج الغازات تعمل زي كأنه compensation يعني خلينا هيك نحط ارقام اعتباطا انا زاد عندي الpressure صار مثلا يا جماعة خمسة اوكي فعملت expiration 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 الغاز الغاز هذا بس يطلع من الحجرة المغلقة اللي هي thorax رح يخلي الخمسة ترجع للصفر طيب لو زدت الpressure وخمسة وما صار في expiration خمسة حتصير عشرة والعشرة حتصير 30 تمام وهكذا بدون متقل رح نحكي عنها بالتفصيل اوكي all body muscle contract even mastication muscles يعني لما الواحد تولد عشان هيكل الجنة تحت اقدام الامهات وهي عم تولد اوكي كل عضلات الجسم حتى عضلات المضغ اوكي بيزر لهم contraction فأكيد عضلات البطن رح يسلهم contraction فرح يدفعوا the diaphragm لفوق لانه بزيد الانترا abdominal pressure تمام هلأ respiratory cycle is composed by active inspiration and passive longer expiration يعني هاي الجملة تؤرخ الصراحة respiratory cycle يعني دورة expiration اللي هي expiration و inspiration شو هي active inspiration لاني انا استخدمت muscles passive expiration يعني ما استخدمت muscles حكيت لهم اعملوا relaxation هون بالactive inspiration صار في عندي عملية contraction اما في expiration passive هاي لونجر قلت لكم عنها مهمة لانه المسل اذا بتأخذ وقت وهي ترتاح اكتر من الوقت اللي هي تنقبض فيه زي احنا مثلا اذا بدنا نروح على الجم نروح نفس ساعة ومنرتاح يوم كامل صح فعملية relaxation اكتر من عملية expiration وبعد expiration بصير في عندي expiration repose اوكي شو هذا الحكي يا جماعة صار عندي inspiration او اقولكم ما بدي اخربطكم او لا خلينا هيك عادي inspiration زاد وهنا نعتبر انه long volume هاي زاد long volume بعدين صارت عملية expiration يتباه expiratory pause ترتاح اوكي جسمنا برتاح بعدين inspiration بعدين expiration بعدين expiratory pause وهكذا اوكي inspiration expiration prolonged بيكون لاحظوا انه دائما بعمل expiration اطول بعدين pause لانه عندي هاي الpause اوكي بخليني ما اعمل respiratory effort عالي شوفوا يا جماعة دي respiratory rate الطبيعي عندي البشر 12 16 cycle permanent قارنوها مع heart rate 60 100 صح beat permanent فانا كل second بصير في عندي cardiac cycle بس مش كل second بصير عندي expiration في expiratory pose في راحة طيب شو سببها هاي expiratory pose اول اشي reflex stopage of the activity of the inspiratory centers متذكرين الـ respiratory centers اللي بدماغ اللي حكين عنهم في المضلة اللي لو صار فيهم stroke الانسان بيموت دور لانه بقدر يتنفس هدول بيعطوا اوامر فقط inspiration ما بيعطوا expiration 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 كله passive فبالتالي هاي centers اعطتني اشارة عملت inspiration expiration بدها شوية وقت لتعطيني الاشارة اللي بعدها طبعا شوية وقت انا بحكي عن ثواني يعني اجزاء من الثواني ايضا time required for the reaccumulation of co2 after its wash by expiration to simulate new inspiration شو يعني هل بتعرفوا يا جماعة متى انا بعمل inspiration جسمنا عنده parameters وعنده chemometers اللي هو حساسات للكيميا وحساسات للضغط بحس جسمنا بتركيز co2 لما يحس انه تركيز co2 عالي بيعطي امر انه يلا نبلش inspiration شان نخلص اذا انا هلأ عملت inspiration وهلأ اعطيت اكسجين اصبر على الخلايا يشتغلوا يعملوا cellular function ويطلعوا لCO2 عشان هذا CO2 تطلعوا برا الجسم فبالتالي بدي شوية وقت عشان يصير reaccumulation of CO2 عشان يطلع مرة inspiration فبالتالي expiratory بو السبببين اول اشي inspiratory centers بسيط جدا تاني اشي عشان اعمل stimulation new inspiration عشان الجسم يحس تمام اوكي هلأ هذي مراجعة بسيطة عندي inspiration شو اهم اشي يا جماعة ديفرام ديفرام شو بصير فيه بينزل لتحت عمين بيعمل لما ينزل لتحت بيزيد ال بيزيد ال vertical diameter اوكي يلا ال external intercostal external inspiration احرف العكس بعض الexternal بيزيد لتنين diameter anterior posterior وبيزيد لترانز verse الاسكلينis اللي بترفع اول ربان الsternocledal اللي بترفع الsterna بس هدول طبعا بس نستخدمهم متاع في forced inspiration المسل المسل of expiration طبعا ال passive 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 no need for muscles بينما في اللي هو forced expiration بيشتغلوا عندي internal intercostal sternum اثناء الinspiration الsterna برتفع لفوق ولقدام هايو بدي اعملكم اياه باللون الاخضر هايو لفوق وقدام فبالتالي بيزيد anterior posterior diameter اوكي والexpiration طبعا passively رح يرجع رح يرجع رح عاملكم اياه باللون الازرق شوفوا كيف بينزل لتحت اوكي بينزل لتحت فب anterior posterior diameter اوكي هايك خلصنا الحديث عن المسل نحكي عن pressure مهمين جدا اوكي ولازم نحفظهم ونتذكرهم طول حياتنا في عندي اتنين pressure اول واحد اللي هو pressure تاع الهوى في airways انا لو ادخل يا جماعة هون airway رح يوصل لوجوه رح يكون في عندي alveolar هاي الالveolar بدي يعيس جوات ال pressure اسمه intra alveolar pressure اوكي هذا intra alveolar pressure في normal في expiratory pose منذكرين كلنا نحكي انه في عندي inspiration بعدين expiratory بعدين اللي هي expiratory pose في pose انا بحكي صفر بس يا جماعة صفر جسم الانسان مش صفر صفر جسم الانسان هو atmospheric pressure فرجوا يا جماعة الجدوى الاخر سطر فيه بدي اقرأ الكومية zero pressure في human body معناها atmospheric pressure اللي هو 700 ايش ها بعمل نسويه زي zero pressure في human body معناها atmospheric pressure اللي هو لو اثناء في المليمتر ميركري بيكون 760 بس اذا اثناء بالمليمتر h2o اللي هي صفر هي بتكون صفر اوكي سنتيمتر h2o فخلص احنا هيك عشان سهولة بنحكي الانترا alveolar pressure في expiratory pose بتكون صفر طيب بهمني واحد تاني اش هو بهمني ال intraplural انا بس بدي ركز على اشيان اليوم اوكي اللي هو الانترا alveolar هلأ حكينا عنه اللي هو الضغط داخل الالveolar رح نحكي عنه بالتفصيل وعند الانترا plural شو يعني انترا plural شايفين يا جماعة هاي هي lung احنا في عندنا في جسمنا اشي اسمه cirrhose مذكرين cirrhose اللي هي الطبقات اللي بتغلف الاعضاء مثلا في البطن حوالين abdomen contents في عندي peritoneum حوالين heart في عندي pericardium حوالين lung في عندي plura البلورا بتكون من طبقتين الطبقة اللي لاز الازق في اللونج اسمها visceral plura وعند الطبقة اللي بتبطن lining of the thoracic wall اسمها parital plura ففي visceral plura وparital plura طبقتين رقيقين جدا هم عبارة عن cirrhose بناتهم ربنا خلق سائل بكمية بسيطة جدا فقط for lubrication لو جبنا يا جماعة هاي ورق الارز اللي هو كتير كتير رقيق الشفاف جبنا تنتين ورقتين وحطينا بناتهم سائل رح يلزقوا بعض لو ايش مكان ما حتقدر تقيمهم من بعض فلما يكون في عندي طبقتين اغشية جدا قريبين على بعض وبينهم في سائل بيكون الاحتكاك بينهم عالي فالبريشر بيكون عالي تمام رح نحكي عنه بالتفصيل يلا بسم الله نبدأ بيكون معاكم في الإنسبيريشن وفي الإكسبيريشن وفي الإكسبيريتوري بوز تمام؟ شوفوا هذا المخطط يا جماعة هون هذا الجزء الأول هو الإنسبيريشن والجزء الثاني هو الإكسبيريشن فعلياً. هلأ أنا بحكي هون الإكسبيريتوري سايكل عميحور السينات. عميحور الصادات الضغط. الضغط بتراوح بين صفر سالب واحد وموجب واحد. هذا نورمال النورمال الإكسبيريتوري سايكل في البوز الإكسبيريتوري بوز بيكون صفر صفر الجسم يعني 760 مليا متر جماعة نتذكر مع بعض انا اذا عندي بدي الهواء يدخل لجوه الهواء يدخل لجوه شو لازم يكون سالب لانه الغازات بتنتقل عبر الهواء من العالي للاقل فبالتالي في الهواء بيكون سالب بوصل لسالب واحد طبعا دخل الهواء دخل الهواء هلأ هو كان سالب عبيته هواء شو رح يصير رح يرفع الهواء رح يرفع كيف يعني كيف بدي احكي الكمي اياها هلأ هو تمام انا هون عم بدخل الاكسوجين الاكسوجين رح يرفع الهواء رح يرجع على صفر طيب رجع صفر لما يرجع صفر انا هلأ بدي اطلع بدي اعمل لانه الديوفرام بصر له ريلاكسيشن والأكسترنال انتركوستل موصل ريلاكسيشن فباسفلي الاكسبيريشن والأكسترنال كيف رح يصير؟ عشان انا اطلع هولة برا اوكي لازم جوا يصير موجب لانه الغاز بنتقل عبر الجريدينت صح؟ فرح يوصل للموجب واحد ويرجع للصفر على الاكسبيرياتوري بوست يعني اتفقنا انه ديورنج نورمال انسبيريشن اوكي انسبيريشن اللي براشر رح يكون داخل الصدر سالب واحد اوكي سالب بحكوله سب ليش هيك تبضلوا يعمل سب اتموسفيريك اوكي شو بيكون سب اتموسفيريك اما في النورمال اكسبيريشن رح يكون موجب واحد اللي هو ابوف اتموسفير لانه احنا حكينا انه عبر البرشيري جريدينت اوكي هون رح يكون سالب جوا فعشان هيك بدخل الهواء اما هون رح يكون موجب فعشان هيك بتطلع الهواء طيب هلأ نيجع نحكي عن during the expiratory pause zero طيب the end of forced inspiration اوكي يا جماعة لما انا احكي forced inspiration يعني استخدمت مليون الف عضل صح؟ يعني استخدمت هذيك الاسكاليني والستيرنيكليدومستويد واستخدمت اللي فيترسكابيولا وما الى ذلك فبالتالي شو رح يصير هدول العضلات الكونتراكشن تاهم كل ياتوا اوكي في الفورس the inspiration رح يقدي اني ازيد كل الدياميتر ستعوني الثوركس اللي هو الانتيرا الوستيريار والفيرتكال والترانزفرس فرح يزيد الفوليوم كتير رح يقل البرشر كتير لانه الفوليوم زاد كتير فبالتالي بيوصل لسالب 30 مش بس سالب واحد بنزلي لسالب 30 يعني هيك بصير الرسمة تمام؟ بينما في الفورس the expiration نفس الاشي حكينا انه abdominal muscles بيصير لهم contraction والinternal intercostal muscles بيصير لهم contraction فبالتالي كل الدياميتر ستعوني الثوركس بصغروا يعني انتفرجوا انا لسنتركم مربع صغير صغير عانه الثوركس الفوليوم بتاعه بيكون قليل كتير تمام؟ فبالتالي كتير بيزيد البرشر البرشر بيوصل لي لموجب 40 يعني مش بس موجب واحد بيصير قداش البرشر بيصير موجب 40 تمام؟ طيب هلأ بدنا نحكي عن اش جديد عنينا شوية تقريبا اللي هو الفورس inspiration والفورس expiration مع closed glottis شو يعني closed glottis اللي هي اللسان المزمار اللي هي بتسكر لترى اللارتس فبالتالي لما احكي لكم closed glottis دغري من حالكم بتكم تحكوا يعني no gas exchange يعني لا في inspiration ولا في expiration تمام؟ هايها with glottis closed with glottis closed هدول التنين معناهم شو no gas exchange يلا نحكيهم مع بعض هلا at end of force inspiration with glottis closed زي بال hiccups لما الواحد يظل عنده حزوقة ويحاول بطل يقدر يتنفس مع بعض خلينا نعملها بدنا نسكر أنفنا ونسكر تمنا تمام؟ تمام؟ هلا لما نسكرهم همم التنين ونحاول ناخد نفس نحاول ناخد نفس شو رح يسير نفكر نحن عم نحاول ناخد نفس يعني عم نشغل عضلاتنا الديافرام عم بنزل لتحت وهذا الديافرام اوكي والأكسترنال انتركوستل موسلز عم ترفع الربس لفوق وعم ترفع الستيرنم يعني عم نشتغل على الدياميترز بحيث أنه نزيد الفوليوم تمام؟ وبنفس الوقت عم نزيد الفوليوم شو رح يسير في البرشر تحقيق بس هل في gas exchange بس عم بيقل البرشر فرح يقل كتير لأنه ما في gas exchange فشوفوا يا جماعة قدام نوصل نوصل سالب 80 فورز inspiration with closed glottus مش سالب واحد اللي هي العادية في normal expiration ولا سالب 30 اللي هي بالفورز expiration لا سالب 80 تمام؟ هاي اسمها مولرز مانوفر رح تسمعوا عن المولرز مانوفر والفالزالفا مانوفر هدول هما مانوفر أو يعني حركات ما نخلي المرضى يعملوهم بيساعدونا فيه تشخيص وفيه علاج cardiac arrhythmias اللي هي عدم انتظام ضربات القلب وكتير مهمين من ناحية علمية أنه نربطهم في pressure intrathorax أوكي فالمولرز مانوفر هي عبارة عن أني أخذ نفس inspiration يعني أحاول أعمل mimicking للinspiration بدون ما أدخل هواء لأني أنا مسكري أنفي ومسكري الفم كمان طيب هلا at the end of forced expiration with the glottus closed هاي اللي أخذت فهمنا مننزل على البحر المين يلا نسكر الأنف ونسكر التوم ونعمل expiration هي اسمها فالزالبا منوفر كتير أكيد مشهور أكيد سمعتوا عنها أوكي أنا عم بعمل forced expiration يعني شو رح يصير الابدومين المسلز رح ترفع الديافرام لفوق ورح يشتغلوا عندي internal intercostal مسلز بحيث أنهم ينزلوا الربكيج لتحت فيعني الدياميترس كلياتها رح تقل يعني رح يقل الفوليوم of the thorax بشكل كتير بس شو رح يصير في البرشور رح يعلى كتير ليه كتير مش شوي لأنهم لا يرافقوا gas exchange فبالتالي شو كوا قد يوصل بوصل موجة بمية normally normal expiration وصل موجة بواحد forced expiration وصل موجة باربعين forced expiration مع the closed glottus بتوصل الموجة بمية تمام هذول الصورتين بس توضيح ل ايش هم المولر والمنوق والفالزالف وحكينا عنهم هاي خلصنا نحديث عن مين الانترا والفيولر نحكي عن الانترا بلورال الانترا بلورال اللي هو بين الطبقتين اللي هي البرائتال بلورا والبسر بلورا شوفوا معي عم برشم على الرسمة هاي الانترا بلورال صح؟ اللاينينج لإلو هاي اللي هلا رسمته في اللون الأزرق هاي هي البرائتال بلورا أما الكافرينج لللونج دايركتلي فيسر البلورا المنطقة بناتهم اسمها بلورال سبيس فإحنا من قسم البراشر جواتها هي البراشر في البراشر بين دو ليرز بلورا اللي هي البرائتال لير اللي هي الزوركس والفيسر اللي يتش كافر اللي هي اللهم صلى سيدنا محمد هلا إحنا خلصنا الحديث عن الالفيولر بلشر خلينا نعمل زي هيك الالفيولر بلشر اللي هو كان نورمالي بتراوح بين سالب واحد وموجب واحد الانترابلورال بلشر إذا شايفين شوفوا الأرقام يا جماعة سالب عشرة سالب خمسة ما في موجب فنورمالي دائماً بيكون نيجاتيب وهاي المعلومة مهمة وبطوط صوت لإلها مهمة انترابلورال نيجاتيب إذا كان بوزيتيف في إلها تبرير إلها مشكلة علاً منيحكي عنها طيب في النورمال انسبايريشن شو بيصير في الانسبايريشن أوكي الفوليوم of the thorax شو رح يصير فيه يعني هاي بتنطبق عليها القوانين اللي طبقناها قبل شوي على الالفيولاي في النورمال انسبايريشن الفوليوم شو رح يصير رح يزيد فالبرشر رح يقل قدي بوصل بالنورمال بوصل سالب ستة بقولك هاي نورمال انسبايريشن معلش الأرقام مش كتير حفظت عن الدكتور في النورمال بتوصل سالب ثلاثة هاي سالب ثلاثة تمام فالتنتين سالب بس بيضلوا دائما الانسبايريشن براشر أقل من الانسبايريشن براشر طيب في الفورز الانسبايريشن اللي هو بيكون الفورز الانسبايريشن كتير بشتغل على الفوليوم كل العضلات مع بعض فكتير بدوا يقل الانسبايريشن فقده بوصل بوصل هاي زي مين زي الغلوتس اللي هي هلا هون حكينا فورز الانسبايريشن والغلوتس اللي هي اللي حكينا انه من نسكر الانف ونسكر الفم ونحاول انه ناخد نفس فبالتالي كتير رح يزيد الفوليوم كتير رح يقل البراشر فبوصل سالب ثلاثة بينما الفورز الانسبايريشن مع الغلوتس اللي هي زي البالزال الفمانوفر زي ما ينزل على البحر المية شو رح يصير هون انا رح عامل فورز الانسبايريشن فالفوليوم بل فبالتالي البراشر رح يزيد كتير فبيصير عندي موجة باربعين اوكي هدول نحفظهم اذا اي حدا عنده اي مشكلة في التبريرات هم نفس اللي حكيناهم قبل شووي بسنا بدأ ارجع بالتفصيل عشان اللي حكينا عنه سالب نص لتر برسكن واثناء الانسبايريشن بطلع نص لتر برسكن هذا النور الانسبايريشن ونور الانسبايريشن بيقولوا طايد الفوليوم يعني بدون فورس وهنا عندنا الانسبايريشن في اللونج فرجوا يا جماعة في الانسبايريشن قد يزيد اللونج طبعا العلاقة دائما عكسية بين الفوليوم والبرشور بدي استخدم اللون الأحمر فرجوا هاي الفوليوم زاد صح البرشور هنا بقل اللي هو البرشور وكمان هنا في الانترا برشور بينما في الانسبايريشن الفوليوم بقل لأنه العضلات بيصدلها ريلاكسيشن فبالتالي البرشور بزيد البرشور بزيد طيب مش قبل شوية حكينا الانترا برشور يكون سالب ليش هذا التفسير مهم من ناحية الفيسيولوجي cause of negativity of inter plural برشور النيجاتيفيتي سببها اشيان في عندي تندنسي شو يعني تندنسي مين فيه كونتينيوس تندنسي يعني رغبة داخلية للريئة تاعتنا اللونغ تاعتنا عندها تندنسي انها تنكمش انها تعمل تنكمش للداخل بينما الجست وال تاعتنا عنده تندنسي انه يعمل يتوسع للخارج فعندي قوتين متعاكستين بالاتجاه بس هما متساويتين بالمقدار لو انهم مش متساويتين بالمقدار كان بنخزق لبلورال فهم متساويتين واحدة لبرا اللي هي تبعة التست وال واحدة لجو اللي هي تبعة اللونغ نفس المقدار هما فعندي two equal opposing forces causes negativity في البلورال ساك هما ما خلوه ينخزق البلورال ساك بس خلوه الpressure فيه شو معه negative طيب يلا يا جماعة نحكي ليش اللونغ عندها تندنسي تدخل لجوه تعمل recoil وليش chest wall عنده تندنسي يعمل expansion اول اش الريكول tendency of the lung at the end of normal expiration يعني بعد ما بيضل الرئة طول الوقت سواء احنا expiration او inspiration فيها شوية هوا نحكي له functional residual capacity يعني متبقي من الهوا بيضل عشان ما تنكمش الرئة على حال ففي normal expiration بعد ما اعمل normal expiration بيضل عندي functional residual capacity اللي هو شوية الهوا والrespiratory مصر relax لانه احنا عنا normal expiration volume of the lung قديش 2.5 لتر 2.5 بس هي lung لو احنا نتركها عرحتها وتطلع كل الهوا اللي فيها الvolume بتاعها لتر فاحنا زيك انا مطينها هي لتر احنا مطينها تصير 2.5 لتر عشان هيك هي نفسة انها تعمل نفسة تنكمش على حال هتدخل لجوه تمام فبالlung من اللتر للتنين ونص لتر فا تنكمش اوكي يا جماعة هاي تنكمش لالريكويل لها سببين السبب الاول انه نفسها الالاستيك فيبر يعني لما نجي نفرج على كتشيو هو نفسه بده ينكمش هذا تولة تنكمش في شيء اهم اللي هو شو يعني شايفين الالبيولاي الالبيولاي هي الحويصلة الهوائية الحويصلة الهوائية طبعا اغلبها غاز بس فيها سائل هذا السائل عشان ما تنكمش على بعض وفيه اشي اسمه سيرفاكتنت له خاص في الأطفال راح تخذوه لعدام اشي زي الستيرويت بتحافظ على انه تضلها الحويصلة مش من كمش على حالها فيها فلود متذكرين يا جماعة لما كنا في المختبر ونجيب مية في المدرسة ونشوف ظاهرة التوتر السطحي وانا فيه عندي اللي هي الظاهرة التوتر السطحي لانه على شكل كروي بيحب هذا السائل انه بحكي ياريتنا ننكمش على بعض وخلاص يصير مستوى السطح السائل هيك وخلاص يعني نرتاح فتلتين سببها وطلتها من نفسها اللي حكين عنها تمام فكمحصلة انا فيه عندي معلومة في بالي انه اللونج تن تريكو why because of two factors the first one is that the elastic fibers of the lung tissue are stretched from one liter to two and half liters they want to re-coil عشان يصير واحد liter the second cause surface tension of the fluid lining the alveoli want to collapse وهذا هو الاهم طيب حكينا ليش اللونج بدها تعمل re-coil طب ليش الجست wall بده يعمل expansion مش قولنا احنا اللونج بدها لجوه بس الجست wall بده لبرة لانه الريلاكسيج volume of the chest خمسة لتر يعني انا لو اسيب الجست بحاله رح يتمدد يوصل خمسة لتر بس هو فعليا الوليوم اتنين ونص لتر فالجست هو compressed احنا ضغطينا فبالتالي عنده tendency to expand by elasticity of the muscles tendons tissues of the chest كلهم هدول عندهم elasticity بدهم انهم يصير خمسة لتر يعني النور مالية جماعة الوليوم قديش اتنين ونص هذا اللي هو الحقيقة الطبيعة اللونج بدها تصغر تصير واحد لتر هاي اللونج شو اسمه اللي هو chest wall بده يصير خمسة لتر فعشان هيك chest wall want to expand فبيعمل قوة خارجية لبرة بينما اللونج بده يعمل collabs بعمل قوة داخلية للداخل ففي عندي قوتين متعاكستين في الاتجاه فبنتج عنهم negative enter plural pressure هذا هو سبب negative enter plural pressure طب شو functions لهذا enter plural pressure وليش الفنكشن طبعا له هو normal وهو normal شو ما له negative ونحفظهم وهدون مهمين اول اشي continuous expansion of the lung لو انا نترك اللونج بدون هاي enter plural pressure اللونج رح يصير فيها collapse يعني اكتب لكم يعني collapse يعني حتش 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 حتنضمر على نفسها يبطل فيها وظائف التنفسية تاني اشي helps venus and lymph return يا جماعة دائما لما يكون في عندي اي مكان في ضغط سالب هاد السالب رح يخلي السوائل تتحرك فالvenus return واللم return بتحسن عشان هيك لو صارت موجة بالinter plural رح يصير فيه congestion يعني رح يصير فيه احتقان لانه الدم رح يتحرك ولا الvenus return رح يصير فيه عندي venus congestion ورح يصير فيه عندي lymph congestion كمان وهي مجر للlung elasticity لازم اللون تكون مطاطة عن جد زي المطاط بتقدر انها تعمل تعمل recoil في عندي مرض اسمه emphysema اللي هو بيكون فيه decreased elasticity كيف يعني متذكرين الالفيولاي اللي كنا نحكي عنها دائما هاي رسموها سعيدة هاي الالفيولاي عندها قدرة انها تتمدد وعندها قدرة انها تنكمش عندها قدرة انها تعمل كل اشي تمام هاي يعني elastic الامphysema هو من امراض chronic obstructive pulmonary disease t obd اللي هي اسمها smoker's lung اوكي هاد المرض بسبب التدخين في lung بيخلي الالفيولاي تكون continuously أو permanently dilated بتكون non elastic هي بتضلها هيك بس منفوشة صح انها منفوخة وحد يحكي ليه بتستوع باكسجين اكتر هي بتستوع باكسجين اكتر وما بتطلع عندها مشكلة في expiration فعشان هيك هي نط elastic فعندها decrease في الريكويل decrease في النيجاتيبيتي في الانترا plural فرشار عشان هيك هاد بيكون عنده مشاكل في التنفس كتير بيحتاجوا اكسجين كتير منهم بيصير في عندهم continuous episodes of admission على المستشفى انه بيصير في عندهم infection اوكي وبيحتاجوا ادوية طبعا طبعا طيب طيب هذا الاشي اللي هلأ بنا نحكي مهم جدا 20 مرة عن جد 20 مرة اكتب عندهم مهم جدا 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 هذا سؤال سنوات متى بيكون الانتر برورال برشور positive اول اشي forced expiration talking crying ايا مثلا عشان ايك لو تشوفوا بيبي صغير عم بعيط بيكون نفسه كتير عميق انه بيكون forced بتلاعوا انه شوفوا هاي اللون اللي هي sorry الفينس الجagular vein بيكون صار في بلج متذكرين قبل شوية جماعة لاحظوا عندي اللون الازرع تمام الفنكشن اول ما حكيت positive شو صار بلج اف احتقان بدل ما ينزل الدم من هاد الفين ويروح على القلب ومن القلب على الرئتين وخلص يمشي بدون ما يعمل احتقان هون لانه الانتر بلج برشور positive عامل اعاقة لحركة السوائل فصار في عندي congestion وهاي الصورة مهمة دائما نتذكر شو كمان في الفالزالفا مانوبر هاي لما ننزل على البحر المية او بالليبر مثلا حدا عم بيشد كتير على حاله هاي اصلا كلها بتتبع لنقطة واحد لانها من انواع الفورس تنشن هموثوركس از ان امرجنسي هلأ بنحكي عنها ابنورمال فلويد في التورالساك احنا حكينا التورالساك مفروض يكون فيها نتفت سيروز الفلويد يعني اشي بسيط تمام هون مثلا صار فيها بلد صار فيها نزيف هاي هيموثوركس طبعا انه هيم يعني بلد فص فيوثوركس اللمف كايلوثوركس سيروس هايدوثوركس بصيرو ماليجنسي في الهارد فيليار يلو كتير اسباب في البلمونري امبوليزم كتير اسباب عشان يصيرو هاي الاشياء هاي الاشياء كلها بتعمل الانتر بلورال بروشور بوزيتف وهذا بانترفير مع النورمال وبيعمل مشاكل طيب نحكي عن هيك احنا خلصنا الفيسيولوجي بس بنا نحكي عن نيوموثوركس نيوموثوركس يا جماعة is very very important سبجك نتعامل معه سواء كنا باطن يا جراحة شو ما كنا هاي امرجنسي شو يعني نيومو يا جماعة نيومو يعني هواء اير ثوركس فالدفينيشن بريزنس أوف اير ان ذا بلورال ساك ممكن حدي حكيلي طب ما هي اصلا اللنغ وظيفتها انها تستوعب هوا انا ما عم بحكي لك الهوا جوه اللنغ الهوا جوه البلورال ساك متذكرين البلورال ساك قبل شوي حكينا عنه اللي هو بين البرايتة البلورا وبين الفاسرة البلورا وبيكون في نتفة سائل صغير هون لأ هون في عندي اير فرجوا يا جماعة هاي الصورة هاي ال اير ال اير زي المحتل بيجي بوخد كل مكان كل اشي فرجوا اللنغ كيف كولابس هاي اللنغ سليمة وصحيحة وكبيرة وبتتنفس وبخلي الانسان مرتاح هذا اللنغ كولابس توزي لما مش قادر يتنفس وحالته حالة وبدو نعمله اجراء مستعجل في الطوارئ هاي كمان صورة شوفوا النورمال كيف اللنغ ما شاء الله عليها عامل اكسبانشن وحلوة وبتتنفس هاي كولابس لنغ ليش كولابس لانه ال اير ما اخذ محلها وعامل احتلال في محلها فبالتالي ما بتقدر انها تتمدد بالطريقة الصحيحة وما بتعمل انسباريشن صح في انك حالة اول اشي ال اوپن ايو موثوركس ال اوپن هاي هاي جي راح اوكي الكيس ستاب بالاسود راح اعملها اوكي طعن حدا هون فبصير هون زيك انه في خزقة هاي الخزقة بتخلي الهوى يدخل جوا فبتراكم جوا فهي بنحكي عنها اوپن نيو موثوركس لانه في جرح تمام لما يدخل الهوى جوا على البتورال ساك كولابس لنغ بصير في عند رسبيراتوري دسترس سيفير لانه ما بقدر يتنفس وبتسوي دف خاصة اذا احكي لكم كيف علاجها اشي كثير بسيط منجيب الباندش او اللزقة بتعرفوا اللزقة الرباعية من لزقها من ثلاث جهات من هون ومن هون ومن خل الجزء الرابع مفتوح يعني بيقدر الهوى يدخل منه هاد الاشي بيعمل وان وي باقي يعني بيصير الهوى يطلع برا الرئة بيطلع برا الجسم بس ما بيدخل يعني هو علاج كثير بسيط بداي يبعتمد على قوانين الفيزياء عبل طبعا ندخله جراحة ونحمله العملية يعني فيه الفيولاي هاي الفيولاي برا عند اللنج صار لها بس الجسم قادر انه يسيطر على هكي اشي يعني بصير فيه بولوس اللي هو تجمع هو ويمتصر الجسم فلس افكت خلص جسم بيقدر يتعامل معه إلا إذا كان حدا مثلا عنده مرض في رئته أو عنده أمراض تانية هيكا ما بقدر لا بحاجة لتدخل جراحي أو طبي التنشن نيوموثوركس جدا مهم طب امرجنسي بصير فيه ربط شرب دا الفيولاي تمام والفيسرال اللي عليها بس هون الفيسرال اللي فهو هستعمل حالها زي كأنها فالب عشان هيك اسمها التاني للتنشن نيوموثوركس فالب يعني زي صمام زي كأنه بعمل حاله حارس الفيسرال اللي فهو يعني يا جماعة شايفين هون نعتبر انه في عندي اللي هو اللي هو اللي الخزأت هاي اللي بلورا أوكي بتصير بس تتخلي الهوى يطلع على اللي بلورال كافيتي أوكي هاي بلورال كافيتي بس أبدا ما يدخل لجوه على اللنغ ونخلص منه فتخيلوا الهوى بصير يتراكم بكميات كتير كبيرة جوه اللي بلورال كافيتي فالإنتر بلورال براشر بيصير كتير عالي بطريقة عالية وبصير سفير سترس وكولابس في اللنغ هاي وهذا الاشي كتير سريع وبقتل شوفوا يا جماعة هاي التنشن نيوم وثوركس اير في البلورال سبيس انكريزن وانابل تو اسكيب بدخل الهوى وبيضلو جوه وبعمل كولابس لدرجة انه بصير يتفش كل اشي لتريكيا بتندفش لا الجهة المعاكسة حتى الهارت بندفش الديافرام بنزل لتحت انا حطت لكم صورة الاكسترائي اللي انا هي مهمة تفرجوا استخدم اللون الازراء هاي اللنغ واصل لحفة الثورس الكافيتي تفرجوا الشادو الشادو واصل لعندي الحفة هاد كتير الاشي يعني منيح وهلثي بس هاي اللنغ تفرجوا لهون في عندك اي شادو بعدها ما في هادو للشادوهات اللي انتو شايفين هم هادو الرب بس الرب وانعكاسها الخلفي بس هاد السواد كله عبارة عن اير 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 فهذا تنشن نيوم وثوركس طب كيف عرفت انه تنشن نيوم وثوركس بس من الار هلا بحكي لكم شوفوا يا جماعة شايفين التراكية تراكية متفوشة للجهة التانية للشمال شوفوا الديافرام هارنو مع هون الديافرام نازل لتحت طب تفرج المسافة بين الرب والرب اكتر من المسافة بين هون وهون فبالتالي هو دافش كل اشي حتى الهارت شوي ما تفوش الكلافيكل بتكون اعلى تمام ف تنشن نيوم وثوركس از اتوب امرجنسي ولازم دغري نركب للمريض تشستي تيوب في الطوارئ عشان نصرف هاد الهواء هاي هون حطين لكم صورة نيوم وثوركس بيكون فيه جروح وهذا نيوم وثوركس بيكون فيه اشي انخزق ممكن الجسم يسيطر عليه لحاله وممكن لا انه احنا بحاجة لتدخل الاشي الاخير هو او ثرب يوتك نيوم وثوركس او ارتيفيش يعني انا عملته بايدك قبيلة هذا اشي قديم جدا شو بيحكي لك مثلا دكتور عرف انه هذا المريض على الرئة اليمين في عنده بقرة للتيوبركالوسيس للسل وما بده هذا التيوبركالوسيس ينتشر في جسمه فبيروح بحقن الدكتور اير جوه لبلورا عشان يخلي اللونج هاي اليمين انها يصير كولابس تضمر فيبطل فيها تروية دموية عالية فيصير فيه بس هاد الاشي كتير قديم وطبعا انه كتير وهلا ما بعملوها هلا بنعطي انتبيوتكس يعني كعلاج للتيبي وهاي صورة عادية لليوموثوراكس تفرجوا هاي اللونج العادية اذا بتلحقوا الشادو للاخر واصل هاي نورمال تمام بس هون اللونج تفرجوا كيف كولابس هادا كله عبارة عن اير 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 بس هادا مش تنشر اليوموثوراكس لانه شوفوا التراكية سنترال الديافرام مش نازل لتحت السبيس بين الرب نفس الاشي فهاي مش طب امرجنسي وهيك منكون خلصنا اللهم اننا نستودعو كمدرسنا وحط لكم كويس بتمنى منكم انكم تجاوبوا اي سؤال اي استفسار انا موجودة وبتمنى لكم كل التوفيق يا ربي والسلام عليكم